اشتركوا في القناة عن ولادة الرب يسوع لكن حابب اقرأ كمان ايتين من سفر اشعياء الصاح تسعة وبرضو الايات معروفة جدا نبوة عن ميلاد الرب يسوع المسيح واشعياء تسعة وعدد ستة تعالوا نقرأها مع بعض ايات معروفة للجميع لانه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعي اسمه عجيبا مشيرا الها قديرا ابا ابديا رئيس السلام لنمو رياسته والسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الان والى الابد غيرت رب الجنود تصنع هذا امين مبارك اسم الرب سوع المسيح له كل المجد وايضا قال انجيل في انجيل متى فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لانه يخلص شعبه من خطيهم هذا الشهر اللي بتابع الخدمات عبر المواقع كتير رسائل ميلادية يعني اذيعت واعلنت وانا ما بدي اعيد ايش اعلن بتقدر تسمع لخدمات كثيرة عن المجوس عن الرعاة عن سمعان الشيخ فخدمة المجمع يعني كانت اثرت وهذه واحدة منها مع الاخت داعد نشكر الرب لأجله ولأجل الخدمات صليت يا رب ايش بدك تكلمنا ايش بدك تقدمنا شيء ولو شيء بسيط لكن توجه قلوبنا ككنيسة في هذه الايام فالرب حطوا ادامي هذه الكلمات او هذه الافكار حابب اشاركوا فيها في هذا الصباح كلمة يدعى اسمه يسوع وكلمة يسوع بالاصل العبري يشوع يشوع يعني يخلص ومعنى كلمة يسوع يخلص وتدعو اسمه يسوع او يشوع لانه يخلص شعبه من خطياهم يسوع اجا في وقت محدد وقت معين ولما جاء ملء الزمان في الوقت المحدد من عنده الرب والوقت اللي اجا فيه يسوع الزروف اللي يسوع ولد فيها ما كانتش ظروف احسن ما يكون لكن كانت ايضا ظروف صعبة جدا على كل الاصعضة زي الظروف او من شابة يعني يعني يشبه بعضا من الشبه من الظروف اللي احنا نعيش فيها او الظروف اللي راح نعيش فيها اكتر لانه الايامات القادمة شكرا راح تكون اصعب شوي لما نعمل بحث عن الظروف الاوضاع اللي كانت ايام مولد يسوع راح نجد ان يسوع ولد في ظروف سياسية صعبة جدا الشعب اليهودي عايش تحت الاحتلال الروماني كان عايش تحت الظلم والقصوة من الرومان واحنا اليوم يعني احنا عرب في اسرائيل لكن اهل الضف اصعب مننا وعايشين في ظروف صعبة في هذا القبيل مش بس هيك لكن لابن نقرأ في الانجيل نكتشف انه في زمن المسيح وهو على الارض كانت منطقة الجليل واليهودية والسامرة وحتى منطقة لبنان يعني المناطق اللي يسوع تقريبا نتجول فيها هذه المنطقة كانت مليانة بالامراض المستعصية نشوف فيه عمي كتار كتير عمي شوفيه عرج بورس والبرس يعني بدأ شبهوا اليوم للكورونا البرس اللي هو ما كانش إلو دواء واليوم يعني حطوا مالحقوش يطلعوا كورونا واحد إلا سيطار فيه كورونا اثنين ومشلونين كثيرين وفيش إلو ندوف الطب ما كانش متقدم بذاك الوقت ما فيش هاليخون اللي يمشوا ما فيش بلاتين ما فيش أي وسائل مساعدة اللي يقدروا ويساعدوا هدول المرضى مش بس هيك لكن الأرض والناس اللي كانوا عايشين في هذه البلاد كانوا تحت لعنة لعنة قوية لأنه إذا بتلاحظ خدمة يسوع كانت خدمة مليانة بالتحرير مليانة بإخراج الشيطين أشخاص كثيرين ملبسين بأرواح شريري وهذا نتيجة تعامل الشعوب اللي كانت واللي أخدوا منها شعب إسرائيل بالعرافة والسحر والشعوذ وعبادة الأوثان ومن ناحية التانية نشوف أنه الوحي المقدس وقف 400 سنة يعني من قبل ما جاء المسيح 400 سنة ولا نبي اتنبأ نبوه ولا واحد شاف له الرؤية ولا كاهن هكذا يقول الرب فالوحي الله صامت 400 سنة والوضع كتستروفالي إذا أستخدم اليوم اسمحوا لي أكون شوية استخدم بعض الكلمات البسيطة يعني حالي يرثى لها وضع تعبان والناس تعباني وأنا اليوم بك بشعر في الجو اللي إحنا عايشين فيه وإحنا برضو بعايشين في منطقة الجليل الناس تعباني وعم تتعب أكتر والوضع طول ووأنت يا رب إذا كتفرجها علينا وقالله يعلم وإنت الأمور تتغير الوحي صامت وأكتر من هيك يسوع عاش في مجتمع يهودي متدين متعصب يتلخص في ثلاث مجموعات رئيسية يسيطروا على المجتمع اليهودي طبعا من اليهود والذي سيطروا على كل المجتمع بطريقة أو بأخرى أول مجموعة كانت الصدقيين اللي خلطوا الدين مع السياسة فاتوا على الأحزاب زي ما نشوف اليوم في فئات من المتدينين فايتين على أحزاب وبعدين الفئة التانية الفرسيين المتشددين والمتزمتين بنصوص الطورة وكل ما جاء فيها يعني برضو منشوفين اليوم من ابن مساعد ما بيخلق كل الوقت إيش يقروا في الطورة هالقد كانوا متشددين ومتزمتين وبعدين الفئة الثالثة الغيوريين اللي كانوا يؤمنوا باستخدام العنف للتغيير السياسي وكان في اتنين من تلميذ يسوع اللي هنه غيوريين الرب غيرهن هدول المجموعات كانوا مسيطرين على كل المجتمع اليهودي وإذا اليوم إحنا نلقي نظرة شوي على اليهود المتدينين في البلادنا نلاقي أنه أثر هدول المجموعات مازال موجود فيهن يسوع ولد في هذه الظروف الصعبة وإحنا اليوم موجودين كمان في ظروف صعبة لكن هل وجود يسوع في الظروف الصعبة خل يسوع ما يقدر يحقق الهدف اللي من أجله جاء الجواب كلا وألف كلا السؤال الذي أسأله ونحاول نجاوب عليه ماذا كان يفعل يسوع وهو وسط هذه الظروف الصعبة وشو دوري ودورك إنه نعمل وإحنا موجودين وسط هذه الظروف الصعبة شو دور الكنيسة تعمل اليوم وإحنا موجودين وسط الظروف الصعبة إذا بنقرأ في أعمال عشرة بيحكي الكتاب عن يسوع بقول يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس لأن الله كان معه عما نؤيل الله معنا هو معنا واللي كان يعمله يسوع الله رب أعطانا إياه وإحنا نعمل لأنه هو بيعمل ولما إحنا نعمل هو بيعمل معنا وقال إيش وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر وين تقلن؟ لما ينقل لي اذهبوا إلى العالم أجمع اكرزوا بالإنجيل تلمذوا وعلموا وعمدوا وها أنا معكم لما يتروحوا لما تتحركوا لما الكنيسة بتنهض وبتقوم وبتتحرك أنا رح أكون معها وأعمل الأعمال اللي كنت أعملها وأنا موجود على الأرض بالجسد وما زلت أنا موجود بروحي وساكن فيكم بعمل من خلالكم لمن أنتو بتعطوني الفرصة أني أعمل بمتى بيحكي عن يسوع خدمته كانت متى أربعة ثلاثة وعشرين وكان يسوع يعمل أربع شغلات شو يعمل بالجليل شغلته أربع شغلات كان يسوع يطوف كل الجليل دائما يسوع كان يتجول تنين يعلم في مجامعهم فالتعليم مهم تلاتي يكرز ببشارة الملكوت الكرازي مهم جدا أربعة يشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب خدمة يسوع لم يكن مركز بس على الشفاء بس على التحرير بس على التعليم أنا مهل لما للشفاء بس على التبشير أنا بس أعطيني يبشر يسوع كان يعمل كلبه الأربع مع بعض فنحن نحتاجين ككنيسة نكون في توازن ما بين أنه نتحرك نخرج خارج الأسوار بس بس استماع وبيت وبيت واجتماع محتاج أنا خارج الأسوار وأنا ما وجود في كل مكان هناك فرصة أشهد عن يسوع فرصة أنه أؤثر في اللي ناس بتشتغل معي في اللي حوالي في اللي بتختلط معهم اليوم أكتر محل مسموح تروع عليه مركز مازون فأنت قولي يا رب استخدمني في المركز مازون أو في المحل اللي بكون فيه اللي هو حيوني المحل اللي أنا بقدر دائما في مجال أكون هناك بتلاقي الناس ما رايح كأن رايح نزهى على المحل لأنه هو المحل اللي بتنفسه فيه فهناك فرصة ما زال فرصة أنه أجهد أنه أكلم أنه يا رب استخدمني أنه يكون هناك مجال دائما جاهز لكي أتكلم عن سر الرجاء عن يسوع المخلص فبدأ يسوع خدمته بالشفاء شفاء المرضى يسوع شفى المولود أعمى شفى عمي كاثرين فتح عيون الكاثرين شفى المشلولين والعرج والمقعدين واحد مرة كان مشلول جابوه محمول على حمالي دخل محمول على حمالي طلع إيش حامل الحمالي وماشي على رجلي يسوع أكثر من هيك دع الموتة من القبور فخرجوا منشوف أقام ابنة يايروس لما ندخل قال لي إيش يا صبية قومي ثلاث كلمات يا صبية قومي فقامت في الحال فرجعت روحها وقامت في الحال كان طاق داخل على مدينة نين إذا بتشوف هناك حد تسمت قولاني لقدام في نين مدينة نين وإيش موكب الجنازة ما أكثر اللي ماتوا السنة موكب الجنازة طالع ويسوع داخل بموكب موكب يسوع وتقابلوا الموكبين عنده باب مدينة نين وقف الموكب لمس يسوع النعش وقال له أيها الشاب لك أقول قم فقام في الحال دفعه إلى أمه حول الحزن والموت إلى إفرح وابتهاج يسوع كان يصنع أمور عظيم جدا وقف عند قبر لعازر بعد ما مات أربع طيام وقد أنتن وصرخ بصوت عظيم قائل لعازر هل أمه خارجا فخرج لعازر وعاد إلى الحياة يسوع كان يعمل أمور عظيمة جدا هل يسوع تغير لا هل يسوع قاصر أنه يعمل برضو لا وين المشكلة مش في يسوع فينا مشكلة إحنا المشكلة هل إحنا بنعطي مجال وإيماننا بيكون متاح أنه يسوع يعمل فينا مش بسيك لكن نرى يسوع أخرج الشياطين بإيش مش سعتين وثلاثة وتحرير كلمة أخرج خلينا نستخدمها أخرج خارجا خرج انتهت انتهى الموضوع قالوا أعرفك من أنت قدوس الله قلو أصمت واخرج مش بس هيك لكن يسوع نراه يشبع الألاف بشوية خبز وسمكتين ألاف مرة ومرتين وكان مستعد يعملها دائما فالناس لما شافت يسوع شافت إيش بيعمل لأنه كان دائما يطوف شافت يحرر شافته بيطعم ويعزي يعلم ويشجع ويشفي قالوا هذا الشخص اللي بدنا إياه لا ببنى يتنياهو ولا حكومة ولا إحنا بدنا يسوع صوتوا يسوع فالكل قال بس يسوع أرادوا أن يعلنوه ملكا أو يجعلوه ملكا لأن يسوع كان عبارة عن مملكة فيها مجموعة من الوزارات المتنقلة مجتمعة في شخص واحد مش زي حكومتنا اللي فرطت بعد ثلاث يعني ثلاث مجالات لانتخابات أو ثلاث انتخابات فرطت والرابع على الطريق ومش عارف في الدير الدولي ولا عارف تدبر الأمور يسوع كان عجيب جدا وإحنا بيسوع لما إحنا نكون متاحين قادر رب استخدمنا نكون مؤثرين ونغير العالم يسوع فتن المسكونة بـ 12 تلميذ فتن المسكونة نحنا اليوم في 12 مليون 12 مليون 12 مليون 12 مليون يعني أعرف ملايين من المؤمنين ونستطيع أن نحرك كيف يجب ما المشكلة وين المشكلة المشكلة فينا المشكلة فينا أنه إحنا لازم نرجع من جديد نعطي مجال يا رب استخدمنا اعمل فينا أنت بتقدر كل شيء أنا لا شيء لكن أنت كل شيء قال له بولوس يا رب تعالوا تعامل مع الموضوع الذي عندي قال له تكفيك نعمة لأن قوتي في الضعف تكمل أنا قوتي بتظهر في ضعفك فأحنا محتاجين نعرف كيف نعالج أنفسنا وراح نحكي كمان شوية عن موضوعين الرب تعمل معهم فينا حشان نقدر الرب استخدمنا بكل حرية ليعلن مجده وعظمته فينا يسوع كان فعلا عجيب مش بس في ميلاده العذراوي ولا في تجسده تنازل عن مجده يسوع تنازل عن مجده لكن لم يتنازل عن لهوته ولا في خلاصه وفداءه العجيب اللي صنعوا على الصليب وأبدأوا في الميلاد لكن أتموا في الصليب لكن عجيب أيضا في حياته وتعاملاته مع البشر يسوع كان عبارة عن وزارة صحة متنقلة أو مستشفى متنقل مش مكيد للفحص الكورونا لكن مستشفى كامل متنقل الصين الأول ما طلعت الكورونا بنوا مستشفى بقى كامل يوم يسوع كان مستشفى بحاله ونسبة الشفاء مية بالمية فيش واحد بالمية يعني ممكن ما تشفاش مية بالمية الشفاء مضمون وإيش لأي نوع مرض جميع أنواع الأمراض والأوبئة وكل الكورونا والسرطان والقلب وكل أنواع الأمراض الشلل وحتى الموت مضمون يقول الكتاب جميع الذين لمسوه نالوا الشفاء جميع مش واحد أو عشر لا يعني صلاطي في هذا العيد أنه رب يعطينا كلمات مزمور مية والسبعة اللي بتقول أرسل كلمته فشفاهم ونجاهم من كل إيش تهلكاتهم وهذه الأعداد فيها معنى كبير للميلاد أرسل كلمته فشفاهم إحنا قادر أن يعمل فوق ما نطلب أو نفتكر لأنه لا بالقدرة ولا بالقوة بل بإيش بروحي قال رب الجنود الملاك جبرايل أجل للمريم قال الروح القدس حل عليك وقوة العلي تضل لك فلذلك القدوس المولود منك يضعبن الله بروحه أتت الكلمة والكلمة صار إيش جسدا وحلا بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا ومن ملئه جميعا أخذنا ونعمة فوق نعمة وين النعمة فيش وين النعمة ليش عم ليش عم مش عم نشبع بهذه النعمة ولما من هذه النعمة بتعمل فينا الله بيعمل فينا عظائم ليش الكنيسة الأولى كان آيات ومعجزات وعمل الله واضح ونفوس والرب يضم إلى الكنيسة كل يوم الذين يخلصون وين هذه الأيام هل رح ترجع باسم يسوع بيت مجد البيت الأخير أعظم مش مجد البيت الأول أنا إيمان الرب رح يجيب انتعاش قبل ما ييجي لا بد يأتي انتعاش غير عادي ويشبه وانتعاش عظيم إذا إحنا كنا مستعدين وكان عنا القلب إنه الرب يعمل أرسل كلمته فشفاهم فيسوع هو الكلمة المتجسد اللي حل بيننا ورأينا مجده مجدا يسوع هو الكلمة التي جاء لك يشفي ثلاث شغلات يشفي الذهن من الجهل والضلال اليوم الضلال ما للعالم والجهل ما للناس روح العالم المسيحي جهل طاقة أنا حتى يعرف ماذا لماذا يذهب للعرفين اللي لا يفهمون ويعملوا أشياء غلط اللي لا يفهمون فالجهل يا رب احمينا حتى نقدر نعلم كلمة الله نقدم كلمة الله نتعلم ونعلم ونحمي شعب الرب من الضلال فالرب يشفي الذهن من أكذيب الشيطان قديش مؤمنين إبليس ضحقان عليهم بأكذيب أكذيب أكذيب أفكار ويشفي أيضا القلب من الجراح والألام قديش في مؤمنين أبحث عن شعب الرب متألمين مجروحين خصام ونزاع ومشاكل وألام وجراح وبدل ما إحنا كلنا نهجم مع إبليس هجمين عبعد وبدل ما نصيح على إبليس عشان نوقف نوقف عمله الشرير عام منزاع عالميا على بعض نالبعد زي بقولك تتسطروش غير عبعد ويشفي الأجساد أيضا من الأمراض المستعصي يسوع جاء لي يشفي يسوع جاء لي يعطي حياة ويعطي أفضل يعلم محبته وصلاحه لكل البشر ليش هذا الأمر مهم لأنه بلادنا ومجتمعنا وحتى العالم كله يعيش في حالي صعب جدا بحاجة أنه نصلي ككنيسة نقف وقفة رجل ونطفق معا بالصلاة حتى تكون السن الجاي سنت خير سنت بركة حتى رب يعمل تغيير يعمل تحرير يعمل أمور يشفي الذهن يشفي القلب يشفي الجسد لأن الذهن مريض والقلب مريض والجسد مريض والأمل هو أن يسوع يرسل كلمته من جديد أمين يقول له هذه السنة هذا الميلاد يارب أرسل كلمتك من جديد مناش نعيد بسيك عيد لكن بدنا والكلمة صار جسدا لكن أنت قادر أرسل كلمته فشفاهم قادر تبعث كلمتك من جديد وتجيب شفاء على العالم تجيب شفاء على بلادنا وعلى كنيسنا تشفي الأجساد وتشفي النفوس وتشفي القلوب فيسوع كان عبارة عن وزارة صحة متنقلة مش بسيك يسوع كان عبارة عن وزارة تموين متحركة يعني شوية أكل أعطيه بيعمل لك إيش بشبع ألاف مش عارف أي مطعم إذا بتجيب له شوية أكل بيطلع لك بحداش بيعرف يطلع إيش عن الشكل مثل مطلع يسوع فيطعم مش بسيك لكنه كان معلم وغير بتعليم ومفاهيم الناس فهو بيقدر نقول وزارة التربية والتعليم اليوم يعني بتعاني وزارة التربية والتعليم ليش لأنه المدارس المسكري والتعليم على البعد مش ضابط والناس والولاد مش عارفين يركزوا يعني والطلاب 11 و 12 يعني أكلوها سخنة ليش لأنه راحت سنة عليهم وحتى الصغار يعني الكل تضرر فيسوع كان يعلم كان يعلم قدم أسمة تعليم أرقة تعليم لكل الإنسانية وتعليمه كانت مؤسسة على المحبة وإحترام الآخر فنرى رجع المرأة مكانتها وكرمتها بالمجتمع مش زي ما يحدث في هذه الأيام نرى المرأة تقتل بدم بارد على أبسط ما يكون عشان إيش عشان هي مرأة يسوع من العكس رجع للمرأة مكانتها وكرمتها اليوم شو بنشوف المجتمع عم بنزل في المرأة لكن يسوع رفع مكانت المرأة رجع للإنسان البسيط مكانته وكرمته وقيمته صحح المفاهيم الخطأ والمفاهيم القديم الغلط مثلا مشكلة السبت قال لن الرب خلق السبت من شان الإنسان مش الإنسان من شان السبت لحد ديدي اليوم اليهود المدينين مش قدريني يفهموا هالمعض اللي هاي وبعد السبت خلق أو الإنسان خلق لأجل السبت ماشيين بهذا المنوال قدم المسيح أسمى التعليم خصوصا في وعزة التطويبات ركز على محبتنا لالله على محبة الله إلنا محبتنا بعضنا لبعض قديش لازم تكون عظيمة ومهمة مش بسيك لكن اشتغل على تغيير أخلاء الناس منشوف الزنا صاروا قدسين قال للمرأة الزاني إيش اذهبي ولا تخطئي فيما بعد حماها من الموت كانوا يرجموها لكن يسوع أنقذها وغير حياتها ونشوف غير اللصوص وما أكثرهم في هذه الأيامات مش عارف إذا أقوأت أخر مرة نسرقت الحرمية كتراني هذه الأيام غير اللصوص إلى أشخاص معطائيين زكة العشار اللي كان يأخذ ويسرق من الناس لما الرب غيروا وخلصوا أعطى أربع أضعاف لكل اللي أسرق منهن مش بس رجع لنحقين لكن فوقهم أربع أضعاف نرى الخطاء تابوا حتى في آخر لحظات حياتي نقلص المعلق على الصليب اذكرني يا رب ما تأتيت في ملكوتك فالناس اللي من شافت يسوع بيعمل هكذا كل هذا أصرت على موقفها قالت هذا هو اللي راح يملك علينا هذا اللي وحده اللي بيقدر يحل لنا مشاكلنا والعالم اليوم بيدور على شخص يحل مشاكل العالم الرؤساء أعلنوا فشلهم الحكومات الممالك الدول ولا واحد عارف يحل مشكلة المشاكل الموجودة ولا حدا عارف يتعامل مع المشاكل يسوع اخترك التاريخ يسوع أتى في أصعب الظروف يسوع عرف يلاقي كل الحلول لأنه يسوع هذا هو إلهنا هذا هو الطفل المغارة اللي إحنا البيبي مش بيبي عمي هذا ملك الملوك ورب الأرباب هذا هو القدير يدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا قاضر على كل شيء له كل المجد فهذا قاله إحنا بس بدنا يسوع هو رح يملك علينا هو رح يهرر من رمان هو رح يحل كل مشاكل نا هو رح يشبع نا هو رح يقود ويعمل كل شيء لكن المفاجئ أن يسوع رفض أن يملك عليهم في مرة بعد ما أشبع طعمهم تعرف عب البطن بطن تمام كيف تمام فبط ملان كيف تمام عب البطن يسوع رفض أن يكون ملك لما أرادوا أن يعلنوا ملك رفض أن يملك أن يكون ملك ويجلس على كراسي الناس تعرف ليش هنا السؤال ركز معي ليش يسوع رفض أن يعلن ملك مع أن الناس أرادوا أن يعلنوا ملك مع أن هو ملك الجواب لأن يسوع أدرك أن مشكلة الإنسان الحقيقية هي ليش مشاكل الخارجية لذي ذكرتها قبل قليل مشاكلنا الحقيقة هي ليش مشاكلنا الخارجية التي تحاول لكل المؤسسات والحكومات والمجالس والكل المؤسسات بكل أصنافها تحاول تعالج المدمنين المخدرات تعالج المجتمع الفاسد تعالج التربية مشكلة لننتائج من برا لكن مشكلة الإنسان الحقيقية هي حالة قلبه الداخلية المشكلة الحقيقية تكمن في الخطيئة عندما نقوله صحاول يشرح لنا الخطيئة لا يعرفش يلاقي كلمة غير نفس المصدر قال الخطيئة خاطئة جداً ما لقاش ايش يعبر اكتر من هاي الكلمة خاطئة جداً عشان يكسوع اجه عشان يحل الجدر يقبع الجدر تبع المشكلة المشاكل اللي كل العالم على الان فيه هو ايش الخطيئة والخطيئة هي التعدي والتعدي هي الخطيئة والبعد عن وصايا الله الانسان كل ما بعد عن وصايا الله كل ما عاش بحسب اهواءه وشهواته بعيد عن وصايا ومشيئة وارادة الله كل ما الانسان حالته لتحت مع انه التقدم لفوق لكن الحال الاجتماعي لتحت شوف نسبة الطلاء اليوم قديش شوف تفكك الاجتماعي قديش شوف الانحلال الخلق قديش افحص المجتمع المجتمع فسد ويفسد أكتر وأكتر وأكتر عشان يك يسوع جاء وتجسد لكي يصنع حل جذري والحل الجذري هو أن يقدم خلاص أبدي لكل من يقبل إليه ينال بإسمه غفران الخطايا يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطياهم ليه الشعب تحت الاحتلال ليه الشعب تحت اللعنة ليه الشعب تحت الجوع ليه الشعب تعبان ليش الدنيا مش منيحة لأنه الناس عايشة في شر وبعد وخطية فيها بتجرح قلب الآب كل يوم والرب أجى حتى يخلصنا من الخطية وهو دفع الثمن بدمه على الصليب إحنا محتاجين نعم ظروف اجتماعية أفضل كلنا نقدر نقول السيني بدناش ظروف اجتماعية أفضل محتاجين ظروف سياسية أحسن حكومة عادلة خصوصا معنا إحنا عرب إسرائيل والضفة والآخره حكومة تعمل لمصلحة الكل بالتساوي محتاجين محتاجين ظروف اقتصادية وصحية أفضل يابا ناس تعبت حالتها المادية والوضع الاقتصادي في البلاد كل ما له بالضهوة في العالم كله كل ما له بالضهوة بسبب الوضع الموجود فيه العالم اليوم خصوصا بعد سنة كاملة من الإغلاق ونحن على أبواب إغلاق جديد وإغلاق ثالث يعني زي بعطوك تطلع فوق الماء بتاخد نفس وانزل كمان مرة غيب لك شي جمعتين قال جمعتين وكمان جمعتين مش بقوله شهر مرة واحد جمعتين وكمان جمعتين عشان يهونوا لكن المشكلة الحقيقية التي تؤدي إلى هذا الفساد السياسي الفساد الاقتصاد الفساد الاجتماعي موجود بقلب الإنسان ومش خارج الإنسان المشكلة هي الخطيئة الساكنة والمالكة في قلوب الكاثرين ونحاول نخبي هاي الخطيئة بالأضواء والزينة الخارجية ونحاول نجمل الصورة من برا بالطأشي والنقشي وبدك تعرف أكتر عمل لك نزلف في دار غربية دار غربية يعني بلدنا هنا بحك ع بلدنا بلادكم مناش داخل بس بلدنا بشي ليلي من الليالي شوف الطأشي والنقشي قديش كبيري وكأنه هيك العيد بيكون هذا الشيء بدل على إنه في فراغ كبير في قلوب الناس بحاولوا عبوبه أشياء بطلع لنشي السنة يروح على بريت البلاد حتى اللي راح عدوا باي ما تهنوش دور يرجعوه ارجع ارجع فبيحاولوا تطلعوا الإشي بايش كتر زيني كتر بدل على إيش إنه في فراغ من جوه فيش إش بيشبعه غير يسوع هذا الشبع الحقيقي والقلب مظلم والرب جاء لي يغير القلوب وزي ما ولد في مذود بيت لحم الرب اشتاء يولد في قلوب كثيرين وكثيرات زي بتقول ترتيلة مدرس الأحد قلب مهي مغارة رب عمل الزيارة من شمسك نورني ومليني حرارة الحرارة بردت حتى في قلوب المؤمنين أو بعض المؤمنين ما دورنا ككنيسة ما مسؤوليتنا ككنيسة نحن دورنا نكون ايدين يسوع واجرين يسوع وتم يسوع وجسد يسوع اللي بتحرك في هذه البلاد وسط عالم مظلم تعبان يأسان فشلان بحاول يفضفض ويعمل ويلاقي حلول هون وهون والحل موجود في يسوع وإحنا معنا يسوع يمكن شوي قلنية إنه إحنا نخب يسوع ومنعلنوش للبآخرين عشان يك بيقول النور لازم يكون تحت المكيال بل على المنارة ليضيء نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة أعمالكم ويمجدوا أباكم الذي الناس شافت أعمال شافت يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجمعهم يكرز بشرط الملكوت ويشفي شافوا الأعمال وشهدوا وقالوا يا عمي ها هذا البدنية أشكر الرب لأن كل سنة لعبر سنين طويلة في شهر البلاد كنا نعمل خدمات وزيارات ومستشفيات ونقدم ونحاول نوصل يسوع للنفوس كثرين والرب كان يتلامس مع كثرين وكثرات السنة ما فتح الرب المجال لكن بردو رب لما سألبي في شغلي مع أنه نوزع مؤن لعائلات يعني في أوضاع مادية شوي متضعضعة عبر أكثر من سنتين ثلاثة كل شهر في ناس تأخذ أو في ناس توصلها لأجل نقدم قلب يسوع لكن الخميس الماضي وعزت وعزة عن العطاء وعن أهمية أنه إحنا نكون ورجي محبة الرب فجاءت من واحد لم أتوقع أنه يعطي وبعرف أنه في عوز شديد جدا وبيعطيني مبلغ كبير قلت له أنت محقالي لا أنا بدي أعطي أنا الرب لم أسألبي وأنا كنت أقرأ نفس الفقرة فذاك النهار والرب كلم قلبي أنا بدي أعطي قلت له أنا بديش أمنعك من البركة المعط المسرور يحبه أعطوه تعطو ربي يعطيك أضعاف وأضعاف والرب يباركك وقديش كانت فرحة قلوب العائلات اللي أنا وديت إلها وأسمت هذه البركة لأشخاص تباركو من هن كثيرين هذا هو قلب يسوع حتى في أصعب الظروف الرب قادر أنه يبارك إلي كان في ظروف جوعه عطشه وكذا قال له روح روح إلى أرملة صرفة صيدة هناك أعطت لمن أعطت الرب بارك بيتها باركي عظيمة جدا أعطت من أعوازها ورب علمنا أنه إحنا منقدر نعطي حتى في أصعب الظروف حتى في أحلك الظروف لكن عشان نقدر نكون إيده قلب و جرين يسوع وصوت يسوع الرب يحتاج يتعامل مع الشغلتين في حياتنا كمان أكمل دقيقة أختم رب يتعامل مع كبريائنا والرب يتعامل مع أننيتنا شو الفاكسين اللي بعالج مشكلة الكبرياء فينا المضاد اللي بعالج الكبرياء هو التواضع والمضاد اللي بعالج المحب يعني العدم المحبة أو الأنانية اللي فينا هو المحبة ويسوع من الشغلتين بقول أنا الكبير توضعت أخلى نفسه وآخذا صورة عب بقول في فليبي صائرا في شبه الناس وإذ وجده في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب ولما نفكر يولد ولد في أحقر محل ممكن يكون واحد يفكر فيه زريبة بهايم يعني إذا بقول أو مذوذ للبقر الكتاب يحكي عن الكبرياء يقاوم الله المستكبرون أما المتواضعون فيعطيهم نعمة لما فيه تواضع الأبة يعني مشكلة كبيرة بتصير إيش حب فيه تواضع ولما فيش تواضع الحبة بشو بتصير قال لي هيك كيف قال لي إذا ما أجاش لعندي على البيت واعتذر قدامي كل أنا أنا يمكن أسامحه خليك مشكلتنا كبرياءنا مشكلتنا أنانيتنا كيف نعالج كبرياء يا رب زي ما أنت توضعت اكسر كبرياءنا وعلمنا نتواضع تواضعوا تحت يد الله القوية فيرفعكم في حينه قريب هو الرب من من متضعي القلوب محتاجين نصلي بهذه الاتجاهين عشان الرب يستخدمنا نقدر نكون مثل يسوع محتاجين نتعلم نتواضع زي ما تواضع يا رب محتاجين نتعلم نتواضع زي ما توضعت العذراء هو دا أنا أنا آمت الرب ليأكل ليقى قولك عارف شو موفقتها معناتها إن هي حكمة حياتها ممكن تموت وترجم مرأة عذراء توجد حبلة هذا نتيجة الرجم لكن هي تواضعات قبلت تحمل الصليب نحن بدنا بدنا مسيحية بدون صليب اعرف مسيحية بدون صليب لا يساوي مسيحية هذا دين وليس حياة الرب بده حياة بدهش دين والشيء التاني هو الأنانية والأنانية هي المحبة حكينا الخميس الماضي عن قمة المحبة وعن المنموم تبع المحبة شو قمة المحبة إيش ليس لأحد حب أعظم من هذا فيش أعظم من هيك هاي الطب أن يضع أحد نفسه لأجل أحباه ويسوع وضع نفسه لأجل نعص صليب قمة المحبة طب مش قادر يعني أنا أصل هذا المستوى طب الرب قل لك أنا أعطيك المنموم إيش المنموم إنك تساعد أخوك المحتاج حط إيدك عجبتك وتساعد هذا كانت وعزة الخميس وهذا اللي عم يحكي اليوم كيف أنا أعالج مشكلة أنا نيتي فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه كيف أنا أعمل هذا أطبق عمليا قال إن سق أحد أحد هؤلاء الأصاغر كأس ماء بارد بإسمي فبي قد فعل لما إحنا نخدم بعض ومنساعد بعض وندعم بعض نصلي الأجل بعض منبارك بعض موقف مع بعض كإعلان لمحبتنا يقول لرب هذا عم تعملوا المنموم بس إنتوا هيك عم بتحققوا وتجسدوا محبتي في قلوبكو وهذا بحميكم من الأنانية ومنصير أنا مش عايش لنفسي لكن عايش لغيري مقدمين بعضكم بعضا بالكرامة كيف كنت أتبارك لمن أشوف أخوي في المؤتمر يقول لي مش مهم أنا وين أنام بس مهم ارضي أخوي كيف كنت أدايا لمن تيجي أو لماذا تقول تيجي ييجي عيلي إذا ما حطتنيش بهذه الأوضة أنا الليلة أنا الليلة مش مقصص أنا الليلة أنا ما عمل لك مشكلة منفعش هذا مثالين وضحات يعني أنتم بتعيشوهين لمعنى التواضع المحبة اللي هي تغلب الأنانية والأنانية اللي موجودة فينا دائما تطلع فينا إحنا محتاجين إيش دائما ننزلها حتى محبة المسيح حتى أكون مسيح صغير يسوع ما ماتش قبل ألفين سنة ودفع الثمن بس عشان أنا أحتفل وأفرح وأصهر وأهكل وأشرب وأسافر على دبي وأجي شهده هو أو عبيت لحم أو لأسني الرب حربنا من كل شي عشان قلنا إيش الحل إنك أنت تتغير عشان أنا وإنت نكون مسيح صغير نعكس صورة يسوع الحقيقية لعالم تعبان عالم يأسان عالم فشلان السنة العدد تسكر ميت واحد قتل من عرب إسرائيل قتل أغلبهم من النساء والشباب بدم بارد واجتمعنا تعبان واجتمعنا في خطر شو إحنا دورنا نعمل شو مسؤوليتنا وين دور الكنيسة يسوع كان يعمل هل الكنيسة اليوم تعمل يريد كل واحد يفحص نفسه ويأخذ المسؤولية عن نفسه يريد جميعا نصلي حزات قبل ما نختم نفحص قلوبنا ونفوسنا في ظل ميلاد المسيح الكلمة الذي صار جسدا وحل بيننا يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص كم واحد عن بيخلص هذه الأيامات لماذا يسوع لم لا يخلص وين دوري ودورك ودور الكنيسة أن تكمل ما بدأ يسوع بأن نرى نفوس تخلص وترجع نرى مجتمع يتغير نرى قوة ومحبة الله تظهر في جسد المسيح الحي في هذه البلاد وأيضا في العالم قل يا رب عالج كبريائي انزع كبريائي أنا بسمر كبريائي وأنا نيتي على صديبك وبعلن يا رب تواضعك في قلبي كما أتيت وديع ومتواضع القلب ولدت في أحقر محكان علمني هقبل كل شيء بمحبتك وبتواضعك واملأ قلبي بمحبة جديدة محبة للإخوة محبة للمسيئين وأيضا محبة حتى للأعداء بقوتي بقدرش لأنه أنا نيتي بتمنعني ذاتي أنا نفسي يا رب بعلن في هذا الصباح منموت من أجل نفوسنا حتى محبتك تولد فينا بجديد حتى محبتك تشتعل في قلوبنا ولع قلوبنا من محبة للإخوة محبة للخدمة محبة للعطاء محبة للبذل محبة فيها مقدمين بعضنا بعضا في الكرامة يا رب أصلي أنك تختم على هذه الكلمة لكل من يسمعني في هذا المساء في هذا الصباح في هذه الكنيسة في القاعتين وعبر الزوم وأيضا كل من يسمعني في أي موقع آخر أصلي كلمتك تنغرس في القلوب وأن لا نكون سامعين فقط لكن عاملين غير وإعمل في قلوبنا لأنك أنت وحدك القادر أن تغير إحنا عاجزين لكن إحنا نتجاوب معك إحنا نعلن نقولك يا رب إحنا بدنا ساعدنا أنا بدأ أقدم دعوة ما كنتش مخططها لكن هيك شاعر الرب يقودني إذا أنت عقلبك إنك فعلا الرب يعمل في قلبك ويغيرك ويستخدمك ويغيي يتعامل مع كبرياءك وأننيتك والرب يتعامل حتى تكون شخص مستقدم مستثمر في ملكوته الرب كعلامة قداما الرب قولي رب ها أنا واقف أمامك في هذا الصباح اعمل في قلبي غيرني استخدمني بدأ أكون إناء نافع للكرامة نافع لخدمة السيد إذا هذه إذا هذه شهوة قلبك فقط عليك إنك توافق وكعلامة أنت قف في مكانك أمام الرب رب أنا واقف في هذا الصباح كعلامة بقول لك ما بديش أختم السنة إلا ما تغيرني تغيير حقيقي وتعمل في قلبي من جديد إذا هذه شهوة قلبك واقف في مكانك يا أبانا السماوي أنا أصلي لأجل كل نفس وقفت وأنا أقف معها يا رب نقول لك يا رب محتاجين إنك تغيرنا محتاجين يا رب إنك تعمل في قلوبنا محتاجين يا رب بسوع نعمتك تيجي تتعامل مع كل إرادة فينا إحنا عجزين يا رب بالكامل لكن نعمتك قادر أن تفتقدنا نوافق يا رب ونتحد مع إخوتي وأخواتي في هذا الصباح وجايين بكل قلب صادق ونقول لك يا رب بسوع تعال اولد في قلوبنا من جديد نعمل مع كبرياءنا بتواضعك تعامل يا رب بسوع مع أنانيتنا بمحبتك علمنا كيف نعيش في تواضع وفي محبة يا رب مقدمين بعضنا بعضا في الكرامة علمنا كيف يا رب بسوع نتعامل مع بعضنا البعض وكيف نكون شهادي حي لأنه بهذا يعرف العالم أنكم تلميذ إن كان لكم حب بعضكم نحو وكرس يا رب كل صلاة رفعت كل إعلان كل عهد أعلن وأطلق يا رب في هذا الصباح من كل أخ وأخت ومنعلن يا رب نقول لك اختم على كل موقف قلبي في هذا الصباح غير قلوبنا تعامل مع دوافعنا قدسها كرسها حتى نقدر نكون كنيسة عاملة حية إيديك ورجليك وفمك وصوتك وقلبك يتحرك من خلال هذا الجسد الحي استخدمنا وتمجد في وسطنا اختم على كل قرار أعلن في هذا الصباح ولإسمك أعطي كل المجد لك كل الإكرام في اسم ربنا يسوع المسيح نصلي آمين قل مع بعض والآن نعمة ربنا يسوع المسيح محبة الله الآب وشركة الروح الكدس تكون معنا وتدوم فينا أجمعين إلى أبد الآبدين آمين وثم آمين رب بارككم سلام المسيح أكون معكم عيد ميلاد مجيد وكل عام وأنتم بخير رب يعطيكم نعمة وبركة حتى يتمجد اسمه في حياة كل واحد فيكم والرب يكون معكم آمين